كيف الكرشة اليوم ستجبت تغيب دريهم ناضح اللي بزيطامك وناضح الطائرة عد العطار جيب الياد المكونات اللي سيغير لك حياتك اللي سيجعلك تشوفي في المراية و تضحكي و يعيش بك راسك اليوم البنات وصفة للتجاعد المبكرة اللي عند البنات المساكن اللي يخلو لي تعليقات بزاف 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 عندهم تجاعد مبكرة في اللي يدينو في الوجه ديالهم اليوم أختي والله يتلحل نهائي قصة منبيل لها البنات ما كنكدبش عليكم وانا اللي غن تحاسب قدام الله على اي كلمة خرر شام فمي نحقاش عارفة شنو كندير و شنو كنعطيكم باش كتجربو اليوم البنات واحد لوصفة خطيرة كريم صيني هالكريم هذا واعر 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 بزاف 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 خيكل وجهه مكرش كل كرشة غيتسرح اليوم غيتسرح هذا هو المكوينة البنات اللي قلت لكم غي بدرهم جيبي اختي وريقة سيدنا موسى او لورق الغار كيتباها عند العطار بدرهم بدرهم راي عدكو احد الميكا اللي عامرة غادي تاخدي منها واحد لكميشا وغادي نزيدو عليها كاس ديال ما صغير ماشي كبير البنات تبعوا معي الله رحم بها الوالدين تبعوا معي الطريقة انا مزوجة فيكم ابغيتكم تفوتوتشي حاجة ابغيتكم كيم ما تجربوا الوصفة كيم ما اطرح موالدية ماشي تعيروني الحقاش ركيني البنات اللي ما كيتبعوش الوصفة كيبقوا ينقزو في الفيديو ولكن ما كي ياخدوش الوصفة كيم ما هي طريقة لتحضير البنات تهيك تهيك تعطي نتائج كتر مهمة البنات هانتو ما اخذيت ادوك الورق الغار او لورقة سيدنا موسى دارتفها الكاسرونة هادي وغنحطها فوق البوطة عشرة ديالدقائق سمعوني البنات عشرة ديالدقائق هنا غنغطيها بحط طبيعي السيل لحقاش دوك الزوية طيارة ما خصو بشي طيرو مهم هنا من بعد ما غادي دوس ديك عشرة دقيقائق قادي نرجع ليكم مهم هنا لبنات غاية حد خمسة دقيق ارجعت مش نوريكم باش عارفو بان ارى تطلق لكم المديال الغار خاص يكون لون اخضر داروري لبنات ما يطلق لكم لون الخضر ديالو هنا را ما زال ما تطلق ليا داسوا حد خمسة دقيق ووالو غادي نغطي عود ثاني ونخليه خمسة دقيق اخرى ورجع معاكم مهمة البنات هانتو ما من بعد ما داس عشرة ديالدقائق شوفوا ما الخضر اللي قلت لكم هو هذا داروري ما يتطلق ونقصوا البوطم تخليش البوطم جاهدة باش ما ينشفش ليكم ووضيع ليكم الوصفة مهم غاية عشرة ديالدقائق اوضفو عليها ومهم يلا دا ما نكملو الوصفة ديالنا شنو غادي نزيد عليها مهمة البنات انا مزوجة فيكم لايك عفاك اختي كتسمعيني خليلي يا ليلاك دايب نزلي وخليلي واحد ليلايك وتعليق انا مزوجة في كالعار اختي العار ما خليلي واحد لايك اكت نستاوني والله العظيم كشوف راسي كندير واحد المجهود اللي هو كبير بزيف بزيف يعني وصفة طبيعية وكيعطيوكم نتائج وكتفرحوا باش خليلي يا لايك ديالكم كاجيكم صعيبة مهم اختي نزلي نزلي دايب خليلي واحد ليلايك مهمة هنا البنات غا نزيدو معالقة ديال انشاء هنا الجوشاء انا البنات الملقات شاديه استعملو معالقة تكون كبيرة هنا رغيك نشح في اراه مسكينه ملقات فاوله غيك هكا نخوف الكارتونه ثم اخوضو ديرو واحد المعالقة كل كبيرة عامر النيس ولاجوج معالقة صغار ديروهم في هاد الماء ديال ورقة تسيدنا موسى وغادي نخلطو مزيان البنات حتى ما يبقى لنا الكويرات لتشي حاجة وغادي نحطوه فوق البوطة على عفية مهيلة وحنا حتى هالبنات مع التحريك ضروري يا البنات مع التحريك نحطوه فوق البوطة ونحرك فيه وسمحوا لي البنات لك اشترك في الهاد راغي باش نشرح لكم كل شي وما نسألكم تشي حاجة مهمة البنات هنا كما تلاحظو هوا بده كيد جمالية هنا غادي نبدأ نخلط نخلط بالزربة البنات باش كل شي يتجمعي جمالية وباقي العافية مهيلة البنات ما تجهدوش البوطة باش ما تتحركش لكم الوصفه لحقاش كمية شتورة كمية قليلة هذا بنشرح لكم كل شي مهمة البنات من بعد ما خلطتها مزيان 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 غا عود نخلط حتى كالجانسلية غا تعقاليات وما تشوفو كيفاش غادي تولي بحل واحد جيل شفاف دروري البنات هاد القادية هادي مهمة هنا غادي نحرك فيها والعافية مهيلة البنات را كن اكد لكم على العافية تكون مهيلة انتم ما كتشوفوا بأنها راها بيضة ولكن مع التخلاط وهي فوق البوطة غا نبقى نخلط في احتك تولي ليها شفافة يعني الوصفه را السهلة غا تبعوا معي باش تفهموا حيث يشرا كنهضر معاكم يعني كنقول لكم طريقة وكتبشوا تديرو تكشي لقاليكم وكتبشوا تدخلوا على الانستغرام وكتبشوا اختي هذه الوصفه اللي اعطيتني را ما نفعتني كنقول لكم اختي شنودرتي فيها كنلقاك اصلا هذا الشيء اللي قلت لكم ما دايريش مهم على البنات شوفوا البنات البنات كنحاول باش منقاش تقول البنات لاسقها في يديما مهم هانتوما راولت شفافة كما قلت لكم لا بحل الشي كريم ولكن البنات واحد الريحة طالعة منه خاطيره 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 وصافي دابا غادي نحط هاد الكريمة هادي غنحطه هنا والله الشيء الكريمة هادي والله يتكتبع بالثامن كتبع بالثامن اي اختيش عددوكم اللي يبيعوا المواد الطبيعية يبيعوا لكم الثامن يعني ما غانقوش لكم راكيد احكو عليكم ولكن صيبها من الاحسان في دارك يعني غيب دريهم كما كتشوفين ما يزينه مكينش اللي ما عندهاش ما يزينه في داره ورقة سيدناموسى الأغلبية ما غا تكون شاعدة غا تخرجي سخري غا تجيبي واحد درهم ديال ورقة سيدناموسى وغادي تصيبها في دارك عاوض ما غا تشريها بثلاثين درهم ولا خمسين درهم صيب اختي غيب دريهم مهم البنات كما كتلاحظو هانتوما ها هي سوف نزيد عليها البنات وحضرات معا يلقى ديال العسل هنا البنات إلا كان عسل الحر مرحبا و الف مرحبا مشي مشكل استعملوه ما كان شاعدكم ممكن استعملوه عسل ديال السكار مشي مشكل مهم إلا كان ديال العسل الحر من الأحسن ومن الأفضل فوائد العسل الحر و الفوائد ديال السكار مهم البنات كما كتشوفون انتو مراني خلطتها بزيان ما هنزيد عليها البنات؟ سوف نزيد عليها هذا فيتامين او ضروري البنات سوف ناخدها من الفارماسي أو من بارافرماسي كي تبعها رخيس سوف يتلقى موجود في اسميته اللي ما عندهاش و ما عندهاش الإمكانيات باش تشريه تمشي تاخد قريبة من عدم الماكياج ستعملها في هاد الكريمة ضروري البنات فيتامين او لحقاش فيتامين او كي حافظ لنا على هاد الكريمة تبقى لنا مدة طويلة تبقى لنا مدة سبع ايام عشر ايام تبقى لنا هذه الكريمة نستعملوها حتى شحنة سوف نغي كمية قليلة تزدتها البنات معلقة جيل الوي فيرا بالنسبة لبنات اللي ما عندهاش جيل الوي فيرا ممكن تدير زيت الكوك او لا زيت اللوز وحده في يوم ماشي بجوج وصفية البنات كي ما كتشوفونا خلطتها بمزيان مزيان 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 طريقة الاستعمال اللي هي سهلة سهلة كتدهني بها كل ليلة في الليل وصباح كتدهني بها اي صابون اللي عندك كتدهني بها الكريمة مرة طيبة ديالك اشتركوا في القناة